ولاد النجوم دايماً محطة أنظار الجمهور عايزين يشوفوا حياتهم وبيعملوا إيه بالظبط والسوشال ميديا سهلت الموضوع وبقى ولاد الفنانين أشهر منهم بسبب التيك توك والفيديوهات والصور إيه اللي بنشوفها ليل نهار ليهم شام الزهبي بنت أصالة اسم سمعناه كتير الفترة الأخيرة خاصة من بعد طلاق أصالة وطارق العريان ومحاولات شام لدعم والدتها وبقت شخصية معروفة على السوشال ميديا رغم أنها بعيدة تماماً عن مجال الفن والتمثيل والغنع لكن بفضل شهرة مامتها أصالة بقى ليها هي كمان جمهور بنت أصالة علاقتها جميلة بمامتها ولفتت نظر ناس كتير هم زي الصحاب ما تحسش أنها أم وبنتها حتى في لبسوهم وصورهم وتريقة كلامهم مع بعض وهي بنت أصالة من جزء الأول أيمن الزهبي قررت بنت أصالة تعيش حياة عملية ومهنية بعيد خالص عن الوسط الفني بتاع مامتها فدرست الصيدالة وكملت دراستها وعملت دكتوراه في الكيميا في جامعة كامبريج في لندن ورجعت فتحة مركز تجميل خاص بيها وبقت دكتورة جلدية وخبيرة في عمليات التجميل والعناية بالبشرة شام ظهرت مرة مع أصالة في برنامج مونة الشازلي وقالت أنها شغالة على كريمات الجلد والكولاجين وبعدت أصالة أنها تخترع ليها كريم يخليها تفضل صغيرة وحلوة أما بقى عن حياتها الخاصة ورغم أن سنها 30 سنة لكنها حياتها الاجتماعية وعلاقاتها مش مستقرة اتخطبت مرة وتجاوزت مرتين ومعندهاش أطفال حتى أول مرة تجاوزت فيها شام كانت سنة 2014 وجمعتها علاقة حب برجل الأعمال المصري أحمد الجهري اللي شغال في المجوهرات والألماظ وكانت شام وقتها صغيرة يا دوبك 22 سنة وفضلت نتجاوزها 4 سنين وبعدها انفصلوا بهدوء سنة 2018 وما قالتش أي أسباب للانفصال وفي سنة 2020 اتخطبت شام الزهبي لدكتور جلدية مصري اسمه معتزة نصيرة وتعرفت عليه طبعا من خلال شغلها وهو دكتور متخصص تجميل وليزر وفضلوا مخطوبين شهور قليلة لكن فركشوا الخطوبة في نفس السنة وبرضو ما قالتش أي أسباب المرة الثالثة بقى واللي هي الحالية اتخطبت لرجل أعمال مصري وهو أحمد هلال اللي ماسك شركة هلال للأدوات المنزلية وكمان شغال في المؤولات اتعرفوا على بعض في 2021 وحبوا بعض وتجاوزوا في 2022 وعملوا فرح ضخم جدا في فندق كبير بالقاهرة وده كان أكبر من فرحها الأولانية وحضر فرح شام مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير منهم تامر حسني وباسمة بوسال وردو الشربيني ووكندا علوش وفي فرح شام ده كانت أصالة تجاوزت فائق حسن واللي كان حاضر الفرح مع طليق أصالة وأبو بنتها شام والبنت رأست مع باباه ومامتها وجوز مامتها فائق بشكل طبيعي من غير أي توتر ومشاكل في الفرح فيبدو كده أن علاقة أصالة بطليقها أيمن والد شام بقت عادية وطبيعية وما فيهاش أي نوع من المشدات وخاصة وإنه مر وقت طويل على طلقهم واتجاوزت أصالة بعدها مرتين اشتركوا في القناة